موسيقى ربما تصبح المقدمة مجلد إذا أردنا أن نفند بالتفصيل مأسينا ومشاكلنا على كافة الصعود سياسياً انقصام وضيع وضيع نيابياً لجال مشتركة فقط حكومياً أقل من تصريف أعمال تربوياً البلد دون تربية ودون تعليم مالياً تضخم وصل حتى السحاب وسعر الصرف اقترب من فئات المئة ألف أمنياً كل ساعة حادث معيشياً الغرض بمليون كما يقال في العامية فأين الحل؟ كل هذه الملفات وسواها نناقشها مع المرشحة إلى منصب رئاسة الجمهورية السيدة ميل رحاني أهلا وسهلا فيك ستماي مجدداً بصوت لبنين نحن سبق وعملنا حلقة بين ترشحك إلى الانتخابات الرئاسية ويعني قد ما كانت الحلقة ناجحة ومميزة وفيها من الرقي في السياسة فأردنا أنه يكون لنا حلقة تانية تنرجع نسمع اليوم الشعب اللبناني والمواطن اللبناني أنه في خيارات بالسياسة مضيفة راقية بدي أرجع أطلب منك ستماي تعارفين عن حالك نحن كالصحفيين صرنا نعرفك كتير منيع لأنه عشنا معك فترة بمجلس النواب على مدى 11 جلسة ولكن يمكن الشعب اللبناني من وقت ما منقطع مجلس النواب عن الجلسات الانتخابية ما عاد سمع يمكن بميريحانة ميريحانة اليوم رجعت على لبنان ترشحت لرئاسة الجمهورية بس بي دقيقة أنت مين؟ أولا ما دي أشكرك أستاذ مروان على هالمقابلة ثانيا أنا بنت الفريكي بنت لبنان أنا بنت بيروت والجبل وأنا ناشطة سياسية من قيام الجامعة الأمريكنية اللي مدرست هون وما نقطعت عن النشاط السياسي بباتيتا أنا أيضا اشتغلت بالإنماء العالمي والإنماء العالمي بأربعين دولي خليني واقفهم عظيم اليوم بدنا نشوف يعني مسار الحياة السياسية من وقت ما رجعت وخطت غمارة حتى الساعة بعد مشاركتك بـ 11 جلسة ميريحانة لانتخاب رئيس الجمهورية طبعا كنتي عم تحضر على المجلس كنتي عم تصغي كنتي عم بتشوفي الأداء كنتي عم بتشوفي تطيير النصاب كنتي عم بتشوفي أيامات الخفة في التعاطي مع مسؤولية كبيرة اللي هي رئاسة الجمهورية وانتخاب رئيس الجمهورية رئيس لهذه البلاد كيف بتوصفي أداء هذا المجلس النيابي انتخابيا؟ أنا للأسف تفاجأت أنه فيه أنت استعملت كلمة الخفة أنه فيه شي من الخفة حضرت مش تمام 11 جلسة بس أكترهم تقريبا كلهم بس مش كلهم وكل مرة أنه ما يتم النصاب للجلسة التانية كان فيه انزعاج من الجميع من النواب نفسهم من الإعلام اللبناني اللي موجود كان ومن المرشحين الموجودين لأنه فيه انتظار فيه شوق فيه انتظار كبير لانتخاب الرئيس هذا الانتظار هو صوت الشعب هو يعبر عن صوت الشعب الشعب لو رجع ألو القصة هو يبدو أنه ننتخب الرئيس بأسرع وقت ممكن وهالتأخير عم بيخلي الشعب اللبناني يعيني وعم بعيش ألم كبير الشعب اللبناني بعدك ذكرت استيز مروان ليك وين صارت الليرة وين صارت دولار يعني من وقت موقفوا الجلسات لليوم هيدا الألم عم تتحدثي عنه ست ماي دوبل تماما ومعك حقمية بليم تمام يعني فجأة طلع بهالصعود السريع جدا والشعب عم بيعاني يمكن فيه ناس فيه طبقة معي يعني مش قادرين تعاني مثلهم ولكن أكترية الشعب عم بيعاني بدهم يعلموا ليدهم بدهم يدفعوا أقصات مدارس بدهم يشتروا الأكل بدهم يشتروا البنزين لسيارة مش قادرين يعني صعب على فئة كبيرة من شعبنا اللبناني إنه يقدروا يمدوا نهار بلا ما يكون مشغول بيلون شو ناقص في أشياء كتير ناقصة أنا ما بقدر إنسى أبدا أستاذ مروان إنه اللي منحطت شجرة عيد الميلاد بالأشرفية وطلب من الولاد تعوه اكتبوا رسائل صحيح إجا صبي كتب الرسالة تلي تبدو شبني ولبني لأهل قال له بابا نوال أنا ما بقى بدي أمي تبكي كل ليلة لأنه ما عندها اللي مبتفيق الصبح تعملنا عروس لبني بكفيها الجملة هايدي رسالة أولاد لبنان هالتأخير بانتخاب الرئيس هو تأخير باستمرارية الوجع الموجود عند الشعب اللبناني طب يعني هذا الوجع فيه مسئولية على من يعني يغزي هذا الوجع عن قصد أو عن غير قصد اليوم الجلسات كانت عم تعقد هذه الجلسات كانت عم بيكون فيها دورة أولى كان يفقد نصاب الدورة الثانية صحيح اليوم بكل صراحة اليوم ستماي بعرف أنت حضرت فيك مرشحة إلى رئيسة الجمهورية ولكن عندك موقف يعني موضوع تفقيد النصاب أو الانسحاب من الجلسات أو التملص من المسئولية هذا لازم يقابله موقف يعني ما فيك فيك تكوني على على مسافة واحدة من اللي عم بيشارك واللي عم بيطاحش واللي عم بيجاهد من أجل انتخاب رئيس جمهورية كبداية لحل كل الأزمات الكبيرة طبعا رئيسة الجمهورية هي انطلاقة ولكن الأزمات الكتير كبيرة وبين المتلكة اللي عنده أجندة سياسية ومن خلالها نحن وصلنا للمأساة اللي نحن فيها أنا رح أقولك شيء أستاذ مروان أنا عملت دورة كبيرة كتير على رؤسة الأحزاب ورؤسة الكتل النيابية وعلى المستقلين النواب المستقلين فردا فردا هلأ مؤخرا هلأ بهالشهر هذا بشهر شباط شفت عدد كتير كبير من النواب ومن رؤسة الأحزاب ومن رؤسة الكتل وكل ما حدا يقلي ومن مكان يكون إنه إيه بس في إنسيدات سياسة في أمباس هايك الكلمة اللي عم يستعملوها كلهم جوابي عم بيكون دايما طب من إحنا إنتوا بمراكز القيادة عليكن واجب إنه تلقوا الحل ما فينا نقول ما في حل وننطر ما بنقدر نقول هالشي الجواب منن بيكون إيه بس ما فينا ننتخب ممن مكان جوابي أنا عم بيكون دايما طبعا ما فينا ننتخب ممن مكان بس هذا لا يعني إنه ما منلقي الحل نحن بمراكز القيادة مين ما نكون نكون رؤسة أحزاب رؤسة كتل هللي هني علينا واجب أن نجد الحل أن نخلق الحل هذا ما بيقول مين ما كين مش يعني منطلع مين ما كين نخلق حل مع رئيس أو رئيسة هللي مؤهلة هللي كفوئة هللي عندها قيادة هللي عندها قدرة على استلام هذا المركز المهم جدا لإنقاذ الكيان ولإستعادة الدولة ستماي حضرتك يعني جاية من عالم الديمقراطية لأنه يمكن الدول اللي اشتغلت فيها واللي مارست فيها الشأن العام والشأن الاجتماعي والشأن الإنساني طبعا تتسم بالديمقراطية وحتى المفرطة الديمقراطية المفرطة اليوم يعني تعتقدين بأن هذه الديمقراطية ممكن أن تعود يوما ما إلى مجلس النواب وننتخب رئيس بالطريقة السلسة الديمقراطية بالاقتراع دون تسوية خارجية خارج المجلس أو إقليمية ونعود بهذه التسوية إلى المجلس فيكون الانتخاب معلم أنا عندي أمل كبير أنه ممكن ممكن أنا عندي أمل كبير أنه فينا نلقي حل مبني على مصلحة الوطن مصلحة اللبنانيين المصلحة العليا أنا أكيدة أنه هؤلاء القياديين ياريت فيه والقياديات لأنه مش هيك الوضع هالي هني بمراكز القيادة اليوم إن كان أحزاب يعني رؤسة الأحزاب وقاضة كلهم إيه إيه هاو دي قدرين يلقوا حل أنا مش مقتنع أبدا وما رح يقدروا يقنعوني إنه ما في حل لأنه ما في حل هو القبول بعدم الاهتمام بالشعب اللبناني هيك واضحة براسي ما في حل يعني نحنا قبلينين إنه الشعب اللبناني خليه يظل يتعذب خليه يظل يعاني خليه يظل ينوجع خليه يظل هالأم قلبها مكسور ما بيصير المشكلة الأساسية ستمايهون إنه هذه الطبقة السياسية لا تعتبر بأن الشعب هو الأولوية دائما في كل دول العالم في كل الديمقراطيات حتى يعني أحيانا في الديكتاتوريات يكون الشعب هو مصدر السلطة هو الأساس اليوم بيعتبرون إنه الشعب ومقاسي كل هذا الشعب اللبناني لا تعنيهم يعنيهم من سيكون الرئيس وشكل الرئيس ويتحدثون عن مواصفات هل هناك مواصفات لرئيس الجمهورية استيز ماروان إذا لقلته صحيح يعني أن إحنا عنا مشكلة أكبر من ما إحنا منعرف إذا عن جد كلهم هاو دي عن جد إذا كلهم مش مهتمين بجعل طبعا هناك معارضة اليوم هناك معارضة في لبنان تتحدث عن ضرورة انتخاب رئيس الجمهورية بالطرق الديمقراطية أنا أتحدث عن فريق الذي يعطل ويمانع أنا أظن أن على المعارضة إذا سمينيها معارضة لأنه هي الحقيقة بطلة المعارضة هي فيها تكون الأكترية اليوم والمعارضة دايما أقلية بس تنسميها كما استعملت هذه التزوير معارضة على السيادين ومستقلين في جو المعارضة كل هذه المعارضة هالسيادين وهالإصلاحيين وهالمستقلين هاو دي أنا أكيدة أنه بيقدروا يخلقوا حوار مع الفريق الآخر ويبلش فتع حلول ما فينا نقاف فريقين وما حدا يحكي مع حدا ما ممكن ما بنوصل لحل هذا موقفي أنا وأنا بقول في مرشحة أو مرشحة هاللي قدري تحكي مع الكل مش يعني بتوافق مع الكل فرق كبير قدري تحكي مع الكل تحاور الجميع تناقش الجميع وهذا لا يعني تتفق مع الجميع صح؟ وإذا هي قدري تحكي مع الكل يمكن قدري تلقي حل مع الكل وأنا برأيي رحقول شيء يمكن بعد ما قلته على الهواء بأي تلوزيون أو بأي إزاعة رحقولها لأول مرة أنا برأيي الحل هو من خارج المجلس النيابي أنا بطلت مقتنعة إنه حدا من النواب ومن خارج الوزارة لا حدا من النواب من خارج يعني الطبقة التي طعنا اليوم يعني بالحكم في لوبنا ورحقول لك لاش لأنه أهون وأفضل على الفريقين إذا هون يعني في مواصفات يعني بلاشت تحددي نوعا ما تحطي إصبعيك على الجرح وتحددي إنه من المفترض أن يكون لهذا الحال صح وأنا حكيت مع عدد من النواب ووافقوا معي عاشي وحكيت مع عدد من الفريقين من النواب إنه يمكن أفضل لأنه وصلنا على هالإنسداد صح يعني ما عم نحكي بشهر أيلول نحنا عم نحكي بشهر وصلنا عذار بكرة عذار ومرأنا كذا جلسيت 11 جلسة ومرأنا كذا شهر عدون من أيلول لهلا وما قدرنا نطلع بشيه لم كان عنا المرشحين الأساسيين هني من المجلس النيابي صح أو من السياسيين أو كانوا وزراء بالماضي بنى حدا من خارج كل هذه الحلقة أنا برأيي إيه وأنا وحدة منهم صح ولاش لا؟ لما لا؟ لما لا إمرأة؟ لما لا من خارج الحلقة السياسية؟ لما لا مع خبراتها العالمية؟ لما لا مع علاقتها بالدول العربية؟ لما لا؟ لما لا؟ وجه جديد؟ وجه له علاقة بالسياسة اللبنانية متينة وعميقة ولكن أيضا له هذا الوجه شبكة علاقات عالمية تفيد لبنان ومن خارج الحلقة السياسية يعني هنا الأفريقاء السياسيين إذا افترضنا بأنه يعني كان هناك تواصل مع ميرحانة أو غير ميرحانة لرئاسة الجمهورية وأردنا أن نفكك هذا الانسداد في الأفق الرئاسي يعني هناك ملفات طبعا هالمجموعات السياسية والكتل السياسية على تنوعها بدأ تعرف رأيك في هذه الملفات أنا مع أنه يعرفوا رأيي بهذه الملفات مع أنه يطرحوا علي الأسئلة اللبيردوها كل الفرقاء من هذا الفريق أو هذا الفريق أنا مع أنه يعرفوني أكتر ويعرفوا مواقفي ويعرفوا كيف بحل مشاكل مش بس الموقف كيف فينا نحل أنا معنا شي مثلا أنا وياكي هلأ أطرح عليك مجموعة أسئلة لها علاقة بالقضايا يعني استراتيجية والقضايا الأساسية لمستقبل لبنان إن كان في الحكم وإن كان في الاقتصاد وغيره يوم قضية أساسية يعني هناك فريق يتحدث أن نريد رئيس لا يطعن المقاومة في ظهرها في المقابل هناك فريق يتحدث عن أننا نريد رئيس لا يغطي لي ست سنوات جديدة أفعال حزب الله وسلاح حزب الله مضبوط مضبوط وأنا رح أعطي جواب لها شيء أنا إذا أصبحت رئيسة جمهورية قبل كل شيء أنا رئيسة جمهورية لكل اللبنانيين في حدا قبلي مهم كتير قاله وأنا عم بعيدها أنا رئيسة جمهورية لكل اللبنانيين كل الشرائح من الشميل لجنوب من بيروت للبقاء للجبل طبعا للكل أنا لا أفرق ساعة إذن إن أصبحت رئيسة جمهورية بين لبناني وآخر أنا أستمع للجميع أحاور الجميع وناقش الجميع هذا من الدستور هذا من الدستور كتير مهم أن نوضحها كتير مهم لأن الرئيس الأبل ما أعمل هيك صحيح كان فريق كان فريق واضحة أنا كان فريق أنا ضد فكرة أنه رئيس فريق رئيسة يتكلم عن جميع كان فريق وفرق أيضا تمام صح صح إذن أبدأ من هنا بعدين الملفات الصعبة كل ملف صعب رح أخلق لجنة استشارية هاللي بيوافق علي رئيس الوزارة ورئيسة الجمهورية إذن أنا رئيسة الجمهورية وهاللي الوزير المختص بيوافق عليها بنخلق لجنة تتشتغل معنا يعني ما في واحد لوحده يحل كل هالمشاكل بدنا لجنة استشارية متخصصة يعني تنقول القطاع المصرفي بدنا اقتصاديين هاللي اشتغلوا بلبنان وربما خارج لبنان مع الـ IMF مع البنك الدولي حالي انتقل الى اقتصاد ولكن بس لك أريد يعني نقطة محددة في موضوع استراتيجية الدفاعية وموضوع سلاح نخلق استراتيجية دفاعية هاللي تمشي على الدستور هاللي بيقول الدستور الجيش هو الوحيد اللي بيحمل السلاح بلبنان مع طبعا القوى الامنة الداخلية هلأ في عنا حزب حعمل السلاح ما انا نتفاهم مع هالحزب انا بعطي الحل سنة ونص حوار دائم حوار بناء مش منجتمع مرة بالشهر وبعدين من نيم 29 نهار بالشهر جلسات مكسفة لحوار حول استراتيجية الدفاعية لتوحيد يعني هذه الافكار المتضاربة لإيجاد حل وسط لإيجاد مساحة مشتركة لإيجاد حلول فعلية ولكن تحت شعار حصرية السلاح وقرار الحرب وصلنا بيد يعني سنة ونص ما رح أعطيها ست سنين ما رح أعطيها ست سنين يعني بتطير الست سنين وبعد ما وصلنا على الحال رئيسة الجمهورية كلها ست سنين سنة ونص إذا بلشنا نلقي حلول منكفي بهالطريقة إذا ما بلشنا نلقي حلول عن جد سنة ونص اشتغلنا بكثافة بصدق بجدية هيلة بعمق مع مستشارين وما وصلنا لحال بغير استراتيجية بغير استراتيجية بتبطل عن طريق الحوار بتصفي عن طريق مثلا ربما إعادة خلق قانون جديد لكل أحزاب لبنان بتصور يعني في نقلات لازم رئيسة الجمهورية يكون عنده بموضوع الحكم يعني ما يكون عنده روتين يكون عنده تمام تمام مية بالمية في نقلات أنا عم فكر بس بعد ما أخدت القرار نهائي بس رح شاركك بهالتفكير إنه كرئيسة الجمهورية أنا كل شهر رح أحكي مع الشعب عن طريق الإعلام عن طريق أصر بعبدة تنقل كل نهار أول نهار أربعة تنقل ما تنقل من الشهر كل شهر أول نهار أربعة بالشهر أنا بحكي مع الشعب خبره ش عم نعلم بالمواضيع بالمواضيع الأساسية الملحة وبعطيه التوقيت بقل له هالموضوع هذا للشعب اللبناني أيها اللبنانيات وأيها اللبنانيون هيك بدي يحكيون أنا بدي خاطبون متألم نسليح هناك يعني قضية أيضا ملحة يعني تخض مضاجع اللبنانيين وهي الأزمة الاقتصادية صحيح مايري حاني إذا حلفك الحظ ووصلت إلى رئاسة الجمهورية وهناك لا تزال هذه الأزمة القائمة بين المصارف والقضاء بين المصارف والدولة بطريقة توزيع الخسائر لا يعني ليست واضحة حتى الساعة كيف تسعين إلى إعادة لهذا الشعب اللبناني الفقير قبل الغني ودائعه أولا بحط حوالي وأنا عندي هلأ حوالي عدد من المستشارين الاقتصادية عندي عدد مش واحد واثنين فيش ثلاثة أربعة هلأ ورح وسع هالحلقة يكونوا شي سابعة تقريبا من مختلف الخبرات الاقتصادية زاوية الخبرة والاختصاص زاوية الخبرة والاختصاص وهني هول موجودين حوالي هلأ اليوم قالوا لأنه فينا نرد مصريات ثمانين بالمية من المودعين مش ثمانين بالمية من كمية الميل لا فرق كبير بين اتنين من المودعين ومنبلش ومنعطي توقيت لكيف يعني مش كله فرد ضرب من أول لنهات على طريقة الخطة الخمسية أو السبعية أو الآخرين صح صح هيدا رح نعمله هيدا رح نعمله بس أنا بدي حل أكتر من ثمانين بالمية من المودعين بدي جرب أصال لأكبر العدد أكبر إذا قدرنا عن طريق كمين مرة هالزوية الاختصاص هاللي هني عم بيبحثوا عن الحلول والحلول هاللي فيها تصال لأكتر من ثمانين بالمية بنفس الوقت ما في واحد وثنين ثلاثة وأربعة فيه يمكن أربع خمس ست سبع أولويات بيمشوا بنفس الوقت مننا نعمل تقييم للأربع عشر مصري في اللبناني الكبار وطبعاً للبنك المركزي وبناء على التقييم ما نرجع نعيد هيكلية المصارف كلها سوا وربما نجمع بعض المصارف ما يكون عندنا هالعدد الهيل من المصارف حصر التكاليف حصر التكاليف حصر المصاريف حصر حتى نوعية أخذ القرار كله هيدا بينحصر بعد التقييم بس كله هيدا بدو يسبقوا كله 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 بدو يسبقوا الاتفاق مع صندوق النقد الدولي شيء ضروري شيء ضروري جدا بغض النظر عن شروط رح قللك أنا بعري مثل عملية شط بالوداء بس خليني قللك أنا اشتغلت كتير أنا قلتلك ماضي عقود مع 40 دولي هالخبرة هاي بامضاء العقود هي خبرة بالنقاش حول الشروط قبل الامضاء عرفت كيف يعني ما حدا بيمضي قبل ما يناقش ويطول بالمناء شيء طولها دالوقت بنبحثها تنصال للاتفاق حول الشروط ومن ثم نمضي العقد عرفت كيف أنا عندي خبرة أنا ماضي مع 40 دولي عقود مختلفة للإنماء العالمي والإنماء المربوط بالتربية وربط التربية بسوء العمل هذا شغلي هذا شغلي وماضي مع 14 دولي عربية ماضي مع دول أفريقينية ماضي مع دول بآسيا إذن عندي خبرة واسعة واسعة جدا مع نقاش الشروط والوصول إلى اتفاق وإمضاء العقود وتنفيذ العقود هذا جزء من شغلي هذا شغلي بالأحية بالإنماء العالمي إذن ما ننضي هالعقد طبعا بدي أرجع راجع الشروط ويمكن في شرط أو شرطين هالأدي صعبين على لبنان نمتشوف إذا فينا نقنع صندوق النقد الدولي بتخفيف هالشرط إنه هول بيعملوا إشكالية داخل المنشو مع اللبنان صحي وبليهم أفضل ما بعرف إذا بليهم بالمرة بس منخففهم أنا استعملت كلمة تخفيف بس نوصل لإمضاء هذا العقد هذه هي بداية استعادة الثقة بلبنان أنا عندي بموضوع استعادة الثقة الستمائي هناك يعني نزاع قائم اليوم وكلنا شهدناه بين القاضية غدعون وبين المصارف و يعني يعني أصحاب هذه المصارف ومدرع العامين فيها وهناك شكاوى من قبل القاضية غدعون ربما تكون اعتباطية ربما تكون محقة ولكن في المجمل ألا يعني يضر هذا الشيء بسمعة لبنان وألا يضر أيضا بالمدعين يعني اليوم نعرف أسهل شيء على هذه المصارف و من يملك هذه المصارف بأنه يقول نحن نعلن الإفلاس ضبوغرادهم بفلو والعترة على هذا الشعب اللبناني رأيك بهالقضية هنا أنا برأي هذا بضر بالوضع الاقتصادي والوضع المالي باللبنان أنا واضحة بهالأمر إذن أنا مش مع إفلاس المصارف اللبنانية أنا مش مع ضعاف لدرجة أنه ما يعود يقدروا يقافع إجريهم المصارف اللبنانية لأنه ما في ولا اقتصاد في العالم بيقدر يقافع إجريه إذا ما في مصارف أو قطاع مصرفي الشعب عنده ثقافي كل من ضعف ثقة الشعب بهذا القطاع نعم كل من ضر القطاع المالي والقطاع الامتصادي في اللبنان على كل أحوال مدعمة ميز اليوم كف يد القاضية غدا عوني ملف المصارف وقال بأن هناك مدعي عام مالي وهو الملاجب القيام بهذه التحقيقات وهذه خطوة جيدة جدا ومفيدة جدا برأيي ست ماي اليوم أيضا عنا كتير معضلات في معضلة من بعد ما خلصنا برأيك بسلاح حزب الله رأيك بالوضع الاقتصادي وخاصة بموضوع المصارف لأن المصارف هو العمود الفقري لكل هذا الاقتصاد ومع انهيار هذا القطاع تنهار عدد كبير من يعني القطاعات الانتاجية في لبنان ننتقل إلى قطاع يعني ربما يكون سبب يعني اكبر عجز على الميزانية في تاريخ المالية اللبنانية قطاع الكهرباء هذا القطاع الذي لا يزال يعاني يمكن منذ يعني التسعينات حتى اليوم منذ انتهاء الحرب ومنذ اتفاق الطائف حتى اليوم لم نستطع بأن نحصل على 24 على 24 ساعة كهرباء لبل وصلنا في هذا العهد في عهد الرئيس عون وفي يعني استلام التيار الوطني الحال وزارة الطاقة إلى صفر كهرباء في السنوات الماضية استاذ مروان انت بتعرف قد ما انا بعرف اذا مش اكتر انه اليوم في بلبنان بزحلة نموذج عن كيف نقدر نجيب الكهرباء 24 ساعة 24 ساعة اذا بدنا بس اني عم بيش نبوة يمكن 20 ساعة 22 ساعة كل حال رح يكون معنا اتصال مع رئيس مدير عام شركة كهرباء زحلة المهندس اسعد نكت يعني بعد اي على 6 وربع كمان نحن نستوضح منه اليوم يعني وضعية الكهرباء في زحلة بالاخص وطبعا في لبنان هذا نموذج اذا قدر يعملها بزحلة يعني فينا نعملها بكل لبنان علينا ان نقبل بالخصخصة علينا ما فينا نظل المسلمين الدولي او بالشراكة او بالشراكة ايه هاي شراكة بالنهاية الخصخصة مش يعني بيستلم القطاع الخاص كل شي لا يعني منتفق مع القطاع العام اديش بتصير حصة القطاع الخاص يعني انا ما بقول ابدا انه سلموا كل شي للقطاع الخاص لا انا بقول خلي يصير في اتفاقات بين القطاع العام والقطاع الخاص بقضايا الكهرباء وبقضايا اخرى اديش رح نسلم القطاع الخاص بس يدل مستلموا القطاع العام من الاول للاخر ويدل ويدل ويصلى 40 مليار دولار يعني نظرية اللامركزية الكهربائية معها؟ 100% معها ونظرية لامركزية موسعة موسعة كهربائية موسعة عنا شقة عن اللامركزية لأنه بعرفك أنه يعني اللامركزية ككل في لبنان يعني لك هذا نظام الحكم يعني لك من أجل النهوض ومن أجل يعني اللحق بالغرب كل الغرب هذا التي يتعطى باللامركزية مضبوط اللامتقوله صح بس هذا كمان يعني اللامركزية في قطاع الكهرباء نفس الشيء وأنا لا يبلش بقطع نموذج اللي هو زحلة هاي اللامركزية يعني مثل ما قدرت زحلة قدرت تعمل الشمال فيها عمل والجنوب فيها عمل والبقاع فيها عمل وبيروت طبعا فيها تعمل والمتن عندي أنا فيها عمل وكسرويل فيها خلينا نقبل باللامركزية ومنفس الوقت نقبل بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص رح نشوف شو رأي الأستاذ أسعد نكد ست ماي بيلي أول شي اللي عم تحكي وطبعا بالوضعية الكهربائية إن كان في زحلة أو في لبنان مساء الخير أستاذ أسعد مساء الخير يا أستاذ مهوان مساء الخير لست ماي كمان مساء الخير أستاذ أسعد أستاذ معكم الله يقويك ويعطيك العافية الله يخليك معنا وقالله يقويك ونحن بنعطيك كمثل خلينا يقويك الله يحفظك الله يحفظك شكرا أستاذ أسعد اليوم وضعية الكهرباء في زحلة التغذية الجباية والصيانة اليوم شو وضعيتكم بخضام هذا العقد التشغيلي اللي أعتقد بأنه خلص هذا العقد التشغيلي وإنت ذهب إلى تسيير المرفق العام كما يقال نعم نحن هلا نطبق طعف أنه من هلا لجمعة بيطلعوني أيار بيخلص العقد التشغيلي ولأنه بتاعت مجلس النواب ما في الاجتماعات في مجلس النواب ما بيقدر يطلع عنون وما رح يطلع عنون من هلا لجمعة كنقدر ينكفي على فينا نكفي بتسيير المرفق العام حسب إذا بيجينا شي خطي أو ما شي خطي أنا اليوم ما فيني كفي وما رح كفي يعني احترام بنسبة لكهربة زحلة وللنيس إذا ما يجي لشي خطي من الشيحات الرسمية يعني وزارة الطاقة أو مؤسسة كهربة لبنين أو شو أزمن يعني بثنين أذار إذا ما إجي شي رسمي من صفة تجي مؤسسة كهربة لبنين تستلم شركة كهربة زحلة أما بنسبة لإننا بحب إليك أنه نحنا ماشيين عم نعطي مثل ما قالت حضرتك 22 ساعة والفيانة ماشي 24 على 24 ومندير المرفق أستاذ أسعد بس سمح لي تنوضح للمستمعين وللبنانيين بثماني أذار إذا لم تحصل شركة كهرباء زحلة على مستند خط إن كان من وزارة الطاقة أو شركة كهرباء لبنان سوف تتوقف عن إدارة هذا المرفق وتأتي كهرباء لبنان وتستلمه هذا اللي صد تقوله أنا مش كان قالت إنو أنا مش war INNU SHO مفروض يسين هاذا كانون كتير واضح إنو بعد ما يخلص عقد التشليل ومت ما بتعف حضرتك ما صار فيه مناقصات لليوم. وتيسي فيه مناقصة بديه شوية وقت. وما فيه قانون. وما فيه مناقصة. كتير واضح انه بترجع مؤسسة كهربة لبنين بتاخد شركة كهربة زحلي. وهي دا شي اه اه شي واضح وشي قانوني. وبدي اقول كمان شغلة تمان ديما اه نظلم كهربة لبنين. انه اخر مدري يعني هادي يمكن انه تنين. عم تاخدوا اربع ساعات مننا مشي. ايه اليوم عم ناخد اربع ساعات كهربة. وهي دا شغلة ضمن الخطة اللي هني حطينا. يعني اربع ساعات وبعدين تنين ساعات. بس هيدا بنسبة للي شغلة ايجيبية. اه 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 ومت ما قال الاستيس كمال حايق ووزير الطاقة برصوص. انه وعدوا انه يعطوا اربع ساعات ازا اجا فيه. وايجا فيه. وانت بتعرف وضعهم اليوم الوضع هني فيه اه المبنى طبعهم فيه مشكلة انه المبنى طبعهم. اه بعد اه بعد الفجار المرسى نجيل. وقعدي وغرفة التحكم ايوه هني بستعملوها دا يشوفوا المشكل على خطوط لبنين وعلى محطات التوزيع والانتاج كمين راحت وما حدا يعني مش عم بيعطوله المصاري دا يصالحه. هادي الشغل هادي شغلة كتير اساسية. هادي اه اه يعني اه 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 عم بتخليهم يشتغلوا بزروف صعبة. كتير صعب. نعم. وضع ماني ووضع شو اسمه كتير صعب. بس استاذ اسعد بعد عندي سؤال لك. عفوا لو عم بقطعك. اليوم تتحدث بانه شركة كهرباء لبنان يعني تقوم بالعمل بزروف صعبة. بزروف كتير ديئة بعد انفجار المرفأ. كيف لهذه الشركة ان تستطيع ان تستلم اليوم امتياز كهرباء زحلة او شركة كهرباء زحلة. انت انت تقول بمعنى اخر ان عندما اذا استلمتها شركة كهرباء لبنان ستكون التغذية فقط اربع ساعات وليس اتنان وعشرين. ما هي عن طاطي اربع ساعات لجميع الاراضي اللبنانية. بس هي انو انو بالاخر ازا بدا تيجي تستنيب. بدا تكون كهرباء اه زحلة ماشية مثل متبعية المناطق بكل لبنان. هيدي يعني بتنزل التغذية من زحلة يعني المواطن يستوعب علينا. بتنزل التغذية بزحلة من اتنان وعشرين ساعات. لاربع ساعات. لاربع ساعات. هيدا يعني هيدا الوضع عم نحكي عميه يا. هيدا هو. يعني على امل استاذ اسعد انو يعني تتواصل مع شركة كهرباء لبنان او وزارة الطاقة وتحصل على هذا المسنلات اللي تبقى يعني اه زحلة اه مشعة. كنا عم نحكي نحنا والست ماي عطت نموزج اليوم قبل ما تعرف انك طالع معنا. عطت نموزج عن شركة كهرباء زحلة. اه عن المركزين كهرباء. انا مع المركزية كهربائية. اه ومع المبدع انو كل المناطق فيها تعمل متل متل هون بالاخر يعني مش انا مش لا واحدة في نعمل كل هون فين يعملوا يعني متل معالة السفتماية انو اذا انا قدرت اعمل انا ديما نقول ولا ابن فلين ولا ابن كذا يعني مش انو مدعوم من حدا ابدا. بقدر مما كان وشي يعمل اه وانا مع تشي انا ما ما اه 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 الشراك الكتاع الخاص بالكتاع العام. زيت الحمال حلا في في بانة وبين كاربة لبنين عقد تشريل. وانا بس بحب لك شأن انو عقد هل عقد التشريل هو عقد مساني. يعني لا اول مرة بلبنين بيركب عقد اه تشريلي. بن كتاع عام بتاعفاص. عقد مساني يعني بقدر يطبق لعدة اه امو بعدة مناطق. سؤال استاذ اصد. نحنا بتمنى يكون في مناقصة كمي وهدي مناقصة صار ما كذا سنة ام نحكي بالمناقصة هيك اذا صار في مناقصة الناس بتقدم على هالمناقصة او بتاعتي يمكن وقت اكتر او اه شوس مطيد ويشتغل ويعمل طاقة الشمسية. لانو اليوم ازا بقيت وبدي اعمل كمان اه اه اشتغل بشي اسمه. الطاقة البديلة. الطاقة البديلة ما فيني اشتغل ما فيني اشتغل بستة شهر وبالسبعة شهر وباقل من سنة. مشانيك اشان لا تجي المناقصة تعطي وقت طويل تشجع الطاقة الشمسية او الطاقة لوقية هيك منغفف من كل شي اسمه مزوت وديزل وكذا. ونكون اعم اعم نشتري اعم اه حاليتنا بال بالمنطقة. هده شغل كتير اساسي. استاذ اسعد سؤال اخير اعم نستفيد من وجودك معنا اليوم بالليجان المشتركة. اصلا كان هناك خلاف على المرسوم الاجهة من الحكومة من اجل شراء الفيول من العراق. بغض النظر عن الخلاف يعني ووقف المرسوم وما وما نقر بالليجان المشتركة. هل يعني بتعتقد بانه ازا وقف كمان استقدام الفيول من العراق بترجح الاربع ساعات تنزل لساعتين. وسؤال اضافة ايضا. ايه. ايه ايه. كتير منهم قبل ما تخلص. كتير منهم انه يدلهم ياخدوا من العراق مزبوط. مية بالمية. انه بترجع بترجع لاتنين ايه. مش هنوكي راح لك شو? بنسبة لك يا يا با لبنان. يعني بمحال معين هلا. اه كمان عندي مشكلة كبيرة يعني. اه قضية المغزوط والضغط والضغط من قدة محلات. اه دي بتناكس سلبا عليهم. يعني اه هلا كمان بلشوا اه هادي الشغلة ايجيبية. كمان بلشوا مع الفتير جديدة. الشغلة ايجيبية انه راح ازا واحد ما دفع عندي يقول له بدي نقطعه. يعني بدي بشره يحصلوا. ويعني تحسين مضبوط. هادي نقطة نقطة ايجيبية هل تعتقد بانه شركة كهرباء لبنان ادرى اليوم تفرض جيبية الاربع ساعات اللي هي اليوم عم بتغزي فيه على كافة المناطق اللي. اه اه اتقالب اللبنين اقوى مني. اتقالب اللبنين الجيش والامن والدولة كلها معا. وكلها بدي تساعدها تتقدر تحصل. ايه بتقدر? ليه ما بتقدر? مؤسسة سبتين سنة سببعين سنة. بس يكون في ارادة بتقدر وبس يكون في دولة بتقدر. بتقدر وعنده ارادة. عنده ارادة. الاول مرة انا بحسن انه عنده ارادة يحسنوا الوضع. لانه ازا ما حسنوا الوضع ما بيعطول له مزروط. ولا فعول. ولا ديزل. يعني هلا ازا ما صار فيه اه ما لمو او ما حصلوا مفبوط. نرجع الساعة. راح تروح الكهرباء ونقنا معا. على امل استاذ اسعد انه تحصل يعني شركة كهرباء زهلي على هذا المصوغ الخطي ان كان من وزارة الطاقة او من شركة كهرباء لبنان للاستمرار في تسيير المرفق العام وطبق الكهرباء اتنان وعشرين او اربع وعشرين ساعة في زحلي. يعني نتمنى ان تكون كل المناطق اللبنانية مثل نموذج جحلي في الكهرباء. شكرا لك المهندس اسعد لك. شكرا لك استاذ اسعد لك. شو رأيك. انا ميجي بالميجي. كنا عم نحكي. كنا عم نحكي. وعم نقول الشراكة. انا بالميجي بالميجي مع هالشراكة. ومع المركزية. يعني كل منطقة هي بتقرر اي نوع شراكة. تسور لوين انا بروح. يعني تنقول المتن. المتن قرر انه بده كهرباء شراكة بين القطاع الخاص وقطاع العام. المتن هو حدا لجنة متنية او محافز او متشوف يعني نقرر زمي. اي. بيخلق لجنة وبتقرر وليزم يصير في مناقصة طبعا. طبعا دون اي شك. وليزم يقدروا يحصلوا الميل. وعم بيحصل الاستاذ عزاد. انا بعرف. نعم انا شرك الكهرباء زحلي بعت التسعين بالمية الجيبان. اي اي انا. هون بدنا نفوط على نقطة يعني حزم الدولة وسيادة الدولة. يعني اليوم اه السيادة لا تتجزأ. السيادة بتكون على الحدود. السيادة بتكون بالداخل. بالداخل. وحتى السيادة بتكون على اه مقدرات هذه الدولة وحق للدولة. تمام. يعني اليوم اه يعني من طبيعي ان لا يكون هناك مؤازرة للجبات من القوى الامنية. ولكن ايامات يعني اه تضطر هذه المؤسسة ان تستعين بالقوى الامنية لكي تجبي. اليوم السقيفة عند المواطن. اليوم لازم تكون مواطن اخذها واعطاها. 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 مسئولية وحقوق. صحي. او حقوق فيهم بالشو بالحقوق بالاول ومسئولية. المواطن عنده شغلتين. مش بس حقوق. عنده مسئوليات كمان. والدولة عليها تأكد انه طاعة المواطن كل حقوقه والمواطنة كلهم. وتاخد حقوقه. يعني شغلتين باهمية بعض. رح نفوت نتفي على شئ حضرتك يعني بتعزي المؤسسات العسكرية وخاصة هذا الجيش اللبناني هذه المؤسسة الام اليوم. كيف تشوفه وضعية هذا الجيش اليوم. اداء الجيش اللبناني واداء القيادة. ويعني الاستمرار في القيام بكل المهام بالرغم من هذا الوضع الاقتصادي. الاقتصادي. ايه. اولا تحيي كبيري للجيش اللبناني. ولكل عناصر الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي. تحيي كتير كبيري اليوم. هذه المؤسسة لا تزال قائمة. تقوم بكل المسئوليات موجودة لديها. موجودة في الداخل وموجودة على الحدود الى حد ما. قيادة هذه المؤسسة قامت بعمل جيد ومفيد للبنان وللشعب لبنان. اذا تحيي كبرى لهذه المؤسسة. ولكن احنا بنعرف كمين انه هالمؤسسة تمويلها الداخلي ما بيكفي. هي تمويل داخلي. عم يجيها تمويل خارجي كمين. مساعدات. مساعدات. ايه. مساعدات خارجية. ومنشكر كل اللي عم بيساعدوا هالمؤسسة الأساسية بلبنان. اللي هي حجر أساس. منشكر الدول اللي عم بتساعد مؤسسة الجايش اللبناني. سؤال اه يعني طبعا في العمق واستراتيجيا اه يعني اه هذا الفراغ. لازي طال. ولازي من المرجح ان يطول. انعكاثه على تحلل الدولة. اليوم رأينا انه كان بعد فيه اللي جينة النيابية المشتركة عم تنعقد. كرميل تبحث اه مشاريع قوانين وبمرسيم ايتي من حكومة. ولو كانت حكومة تصريف اه الاعمال. ولكن اليوم وقع المحظور. هناك خلاف اصل داخل اللي جان النيابية المشتركة على اه دستورية مرسوم او عدم دستوريته. ولكن اه ظهر اه بان هناك انقصام حاد في السياسة انه قبل انتخاب رئي الجمهورية. كل الامور لاجب ان يعني تكون بلوكة الى ان ننتخب الرئيس. استاذ مروان اضقت على امر مهم جدا 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 وصعب جدا ومؤلم جدا. وهو ان الدولة تتفكك. تتحلل. تتحلل. تضعف. اشطة الدولة في انهيار. انهيار رح يصير تيم للأسف الكبير. يعني علينا نعترف بواقع. هناك انهيار للدولة. لمؤسسات الدولة. لأدوار الدولة. لقدرة الدولة. كله هيدا. كله. كلها وسميتن انا في حالة انهيار. وتفكك. ما بيصير. وحدا بيقول تايب معقول كلها الشي بس لانه ما فيه رأيج جمهورية. ما. رأيج جمهورية هو مش كل الحل. او رئيسة الجمهورية. اه هو مشكل الحل. ولكن هو رأس الدولة. ولي بيعطي الآمر. تمام تمام. هو رأس الدولة. وازا رأس الدولة غير موجود. والوزارة وزارة تصريف اعمال بطريقة محدودة جدا. وحك. بصير في التضعضع بوظاقه في الجسم ككل. تمام. بصير في التضعضع بالجسم ككل. ومجلس النيابي مبيقدر يعمل شي اليوم مبيقدر حسب الدستور واجبه الأول هو انتخاب رئيس جمهورية أو رئيس الجمهورية يعني وقفنا يعني في شلل في شلل في انهيار في انحدار في تفكك استعمل كل هالكلمات هاي وكلها صحيحة كلها صحيحة ما بيصير نكفي هايك معنا موقفي مع القيادات الحزبية كلها دون أي استثناء وأكرر وأشدد بحط سطر تحت هالجملة القلتة دون أي استثناء وفيك انت تسميون طبعا يعني عرفت انه انا انت عملت جولة على الكل وما استثنيت حدا وكان موقفك واضح بموضوع انه هناك مسئولية على كل هذه القوى السياسية بانتخاب رئيس جمهورية وبإيجاد الحل ما حدا يقول لي ما في حل مش قدرة اسمعها شي مش لأنه انا كمواطنة لبنانية قبل ما كون كمرشحة لرئيسة الجمهورية لك موقفي وين كمواطنة لبنانية ما بيقبل بهالجملة اللي عم بيعطوني إياها انه ما في حال يعني انا اليوم بدي وافق معك وبدأ اسني على هذا الحديث يعني نحنا كنا عم نحكي برات الهوى ستماي انه يعني عندما يبدأ التفكك بيصير يكبر بطريقة سريعة يعني من أشهر كان الدولار يمكن بين الانتخابات النيابية بعشرين ألف صار أربعين من الأربعين يعني صعودا إلى ثمانين فرق مرة يعني الأزمات اللي عنا إياها هي دوبلة هذه الأزمات وعندها بس الدوبة للأزمات التحلل والتفكك اللي حكينا عنه بيصير أسرع بكتير أسرع وإلى القاع في انهيال للقاع بكل معنى الكلمة القاع الأرض هون تحت يعني مش بالنص ما عم رح نقاف بالنص بنا ننزل لأبعد حدود مشكلة كتير اليوم تحدث رئيس حزب الكتائب النائب سامي جميل كان عم بيقول انه وضعيتنا اليوم مشابهة جدا لسيارة هي نزلة بمنحدر وها السيارة اليوم ما في بقلبة ما في بقلبة سائق ما في بقلبة قائد ما في بقلبة قطان يوقفها قبل انتخاب رئيس الجمهورية كل هذه الأمور تبقى معالجات ومسكينات وليست النقطة مية بالمية وأنا أوافق مع رئيس حزب الكتائب النائب سامي جميل نحن على انحدار نحن على انهيار وسنصل إلى القاع وما بيعود فينا ننشل حالنا بسهولة ما بيصيرها شيء منا ننتخب رئيس أو رئيس الجمهورية بأسرع وقت ممكن أنا بقول وما بيقبل ايه بعد مطولي القصة بعد بكير بعد بدأت ثلاث أربعة شهر لا 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 الشعب ما بقى يفيه عيني ثلاث أربعة شهر أو سنة يعني شوية أسئلة بيعني قصص بعرف انه انت زاوي خبرة وأختصاص فيهم ماذا يعني ستماي وأنت ضليعة في الشأن التربوي والثقافي وتربية الأجيال ماذا يعني لبنان دون المدرسة الرسمية طلاب المدرسة الرسمية دون تعليم منذ أشهر حتى اليوم هاي دي السنة التانية دي نحن رح نخسر جيل بكامله نحن رح سنة أو سنتين دون تعليم بتنزع نعشر سنة بتبين بعدين نعشر سنة أنا واضحة بهالأمر أنا واضحة بهالأمر سنة أو سنتين إما دون تعليم أو تعليم متقطع غير منتظم حتى الجودي طبعا ومش موجودة لأسباب عديدة كلها هاي دي إزا ما ومع بقس ومع فقر ومع ألم ومع أهل مش قادرين يساعدوا الولاد بالتعليم لأنه عندهم عندهم مشاكل أخرى يهتموا فيها متل كيف نجيب مصاري كافية نجتري أكل يعني للأسف اليوم ممكن النازحين السوريين قادرين يمكن بيئة المساعدات اللي عم بيجيبون نود ولدهم على المدارس أكتر المدارسة الدينية مزبوط مزبوط عم نحكي واقعنا في مدارس اللي عم بتعلم بعض الظهر لأنه في المساعدات من الأمم المتحدة عم بتعلم السوريين وصحتين على قلبهم لازم يتعلم وقبل الظهر ما عم بتعلم اللبنانيين للأسف للأسف الكبير يعني إن إحنا وعيين لهذا الأمر نحنا إبلاني تداعيته على المجتمع هذا السوريين تداعيته كتير كبيري تداعيته تشرد أولاد تشرد أولاد تشرد أولاد عدم قبل تشرد عدم متابعة العلم قبل هاي أول شغلة إذا سنتين كفينا هايك والولاد حسوا إنو أنا ما عم بقدر اتعلم مزبوط أنا مش قادر بقى أنا عالميتي واطية هني ببطلوا يكفوا علم تصور لوين عم نروح يبطلوا يكفوا علم يعني بدل ما كان لبنان هاي اللي معروف إنو كلنا منتخرج أو الأكترية سيحة بتتخرج من سنويات وجزء كبير من هالشباب ومن هالبنات بيفوتوا على الجامعات هلأ بلشنا نحكي بتراجع بالأعداد اللبنانية من الصبايا والشباب اللبنانية اللي رح يكملوا سنوي عم نحكي بهالموضوع يعني نسبة تكميل السنوي رح تتراجع نسبة تصور شو عم نحكي نسبة تكميل السنوي بلبنان رح تتراجع يمكن إذا كيفش نحنا منتميز فيه لبنان هو هالتربية والسقيفة كنا مدرسة الشرق الأوسط كما كنا مستشفى الشرق كما كنا بنك الشرق نعم نروحوا كلهم والأساس هي المدرسة ما كنا نحنا وصلنا نكون مستشفى الشرق لو ما نحنا مدرسة الشرق بداية بكون المدرسة وإذا اليوم أهملنا هذه المدرسة وأهملنا تعليم البنات والصبيان الفتيات والشباب إذن رح تتراجع نسبة تكميل الثانوي وإذا تراجعت نسبة تكميل الثانوي سوء العمل بيتراجع هن مربوطين ببعض هن مربوطين ببعض والشباب والصبايا اللي بيدخلوا عجيباً يعني كالسة كميرة يعني هوية ابنين لا يوجد وقف مدرسة سنتين ويفتكر أنه سيقدر يرجع بنفس الجودي اللي كان فيه وبنفس الاعتراف بأهمية التربية اللي كان فيها هو أو هي البنت أو أهلون أو أهلون العائلة ككل القرار عائلي هذا قرار عائلي إذا روحنا سنتين من قدام شباب وبنات لبنان عم نروح الثانوي كله نسبة الأعداد هاللي بتتخرج من الثانوي رح توطى رح تنزل يعني نسبة اللي بيدخلوه الجامعات رح تنزل يعني سوء العمل رح ينضر يعني الاقتصاد رح ينضر يعني هوية لبنان رح تنضر شفت وين رحت أنا يعني عن جد ما اليوم كان مفروض نضوي على هذا الموضوع ويمكن يكون مفروض تكون أولوية رئيس الجمهورية عندما يصل إلى رئاسة الجمهورية أو رئيسة الجمهورية نحن عم نحكي رئيس يعني رئيس أو رئيسة الجمهورية أنا بحب حط التعليم 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 هو يكون أساس لأنه نحن منكون عم نخسر أجيال وبكفة يمكن الطاقات يعني الفكرية والبشرية اللي خسرنيها وخاصة في السنوات الستي السابقة السابقة اليوم والانعكاس على الاقتصاد أيضا الانعكاس على العلاقات الخارجية للبنان عندما لا يكون هناك رئيس جمهورية الانعكاس كتير كبير يعني مثل ما قلت أنا كأنه الدول كلها ناطرة أنه انتخبوا هالرئيس تنبلش نقدر نشتغل معكم تنحكي معكم تنحكي معكم تنسنتكن بس كيف بنا نحكي معكم ونسنتكن أنتم مش عم تنتخبوا رئيس يعني ما حدا مقتنع بالدول الأخرى إن كانت عربية أو غربية أو شرق أوسطية أو شو ما تكون تكون إنه ما فيكن تنتخبوا رئيس يعني يعني عندهم حالة زهول من وضعيتنا بيحكوا معنا بيحكوا معنا بيحكوا معنا وما فين نتخبوا رئيس وبعدين منتكل كتير عليهم هني مش عم بيقولوا نحنا مش مسعدين نساعدكم بس انتخبوا رئيس ومضوء أنتم مع صندوق النقد الدولي تترجعوا الثقة فيكم ونحنا منساعدكم كل شي طالبين انتخبوا رئيس بلشوا من هون ما مننتخب ده والثقة مفقودة كيف بدأ ترجع الثقة أولويات العلاقات الخارجية عندما يصل رئيس الجمهورية أو رئيسة الجمهورية مثل ما بتحبست ماء إلى سدة الرئاسة أنا واضح بذهني تماما وين الأولويات بنبلش مع العالم العربي لبنان عالمنا يعني عالمنا ممتوبة بالدستور لبنان وطن عرب إذا بعضهم بيعتبرونا يمكن عرب لأنه في ناس عندها عند خيارات أخرى اليوم نحنا عرب ودستورنا بنصها شي ونحنا لغتنا عربية وتاريخنا عربي إذن أول أولوية إلي أنا وأشتر منهم باللغة العربية إي ونحنا كتير شخطرين باللغة العربية ونحافظ عليها وحفظنا عليها تاريخيا أنا أول أولوياتي بالنسبة للعلاقات الخارجية هي العلاقات مع الخليج العربي ابتداءا بالخليج مع كل العرب مع كلهم دون أي استثناء ولكن ابتداءا بالخليج ليش؟ لأنه هالعلاقات العربية مع الخليج تنعكس بعدة طرق منها سياسية ومنها اقتصادية ومنها مالية إي ما بدنا نكذب على يعني عحالنا ونقول أنه سواسية لا نحن اليوم في عنا شريحة لبنانيين كبرى هي في دول الخليج كبرى كبرى بالسعودية وبالإمارات وبالكويت وبالبحرين وبقطر هاو دي وبعمان إلى حد ما هاو أكبر شريحة لبنانية موجودة بهالدول هاو إذن منبلي شونيك كمان منبلي شونيك لسبب آخر هناك نظام عربي جديد صحيح والنظام العربي الجديد هاللي بلشوا فيه بالخليج الإمارات والسعودية وقطر وكلهم عدينيهم والكويت والبحرين كلهم كلهم دون استثناء هاللي بلشوا فيه هذا نظام هاللي عم يدعي جميع الدول العربية إنه تنتمي إلو من الناد إلى الناد يعني ما في أنا بفرض عنك شيء كان واضح يعني ولي العهد الأمير محمد بن سلمان واضح جدا لما كان عم بيتحدث إنه لننهض نحن والدول العربية شقيقة لكي يصبح الشرق أوروبا ثانية تماما وهيدا لوصلت له التقابلي إذا عملنا هالشي نحنا كعرب نحنا أوروبا نحن الأوروبا ثانية وقال لأمير محمد بن سلمان ولكن كل مفكر عربي وكل سياسة عربي بيعرف إنه إذا الدول العربية أخذت القرار معا إنه ننهض بالعالم العربي من ضمن هالنظام الجديد هيدا اللي مش مبني على قوميات كنا ننادي بالزمنات القومية العربية والقومية السياسية والسورية والقومية اللبنانية هيدا مش مبني على قوميات لأنه القوميات تعلمنا من الماضي فرقت الناس عن بعضها هذا مبني على المصالح الجميع مبني على مصلحة لبنان ومصلحة سعودية ومصلحة مصر ومصلحة سوريا ومصلحة تونس ومصلحة المغرب ومصلحة الكويت نظام أسهل نظام أسهل ويتعاطى مع الآخرين من الند إلى الند والمصالح بتساعد بعضها يعني تنقول نحنا لعملية تشاركية عملية تشاركية تنقول نحنا أصبحنا البلد سياحي الأول في العالم العربي وليش لأ ممكن نكون البلد بيستفيدوا الأشقاء بيستفيدوا الأشقاء مننا وسعودية ضلت البلد الأول بالنسبة للبترول والصناعات الكيميوية كلها وليش لأ كلنا منستفيد من بعض عرفت كيف؟ صحيح هذا هو النظام العربي الجديد اللي ما بيفرض على حدا شيء اللي عم بيقول تنتعيون كلنا مع بعض تنصبح الأوروبا الجديدة ما هو المنع من أن يكون لبنان يعني رائد في المشاركة أو في المضمام إلى هذا العالم لا تتحدثين عنه بدك رئيس جديد يقبل أو رئيسه يقبل بهذا التفكير ويقبل أنه طبعا إذا 22 دولة يعني هذا هذا واقع لأنا مش تفكير مش ضروري يفكر فيه يعني نحنا وقعنا هون هذا مصلحة لبنان هذا مصلحة الشعب اللبناني المقيم والمغترب لا capacity لابن انصار لازم نعمل مصلحة المقيم طبعا منا نعمل مصلحة شعب اللبناني إما يمكن إلا خمسين سنة نعمل مصالح أو مصالح الأفراد الأفراد هذه المشكلة الأفراد معك مصالح الأفراد السياسيين يمكن بين الحرب الأهلية نعملت مصالح الآخرين والدول الأخرى أما يوم مصالح الأفراد مصالح الأفراد أنا بدي مصلحة الشعب ككل أنا بقول لك هلأ على الهوى وعالتليزيو عندك أستاذ مروان ما بدي حدا من عائلتي يكون عنده وظيفة سياسية وإذا قدموا خدماتهم رح يقدموها ببليش بيكون إلي بيساعدوني بالتفكير يعني مثلا إختي أنا عندي إختي كل واحد منهم في يفكر ويحلل سياسيا قديوا أكتر ربما بديوا يساعدوني هيك بليش ما حدا بيتوظف ما حدا بيقبض معاش ما حدا إلو سلطة على هالدولة إلا انتخبوا أو الشعب أو ممثلين الشعب لا أكتر لأقل يا الشعب بينتخب النواب وممثلين الشعب بينتخبوا رئي الجمهورية إذن وحتى رئيس الجمهورية هي وظيفة بنهاية الأمر هي وظيفة لخدمة البلد والشعب ولا حدا إلو حق يجيب عائلته وما بعرف مين وما بعرف مين مسهوراته مسهوراته وكل هاو دي كيف يعني كيف يعني إذن أنا تأرجع شوي ابتداءا بالعالم العربي إعادة العلاقات البناءة المفيدة للجميع والاعتراف بهذا النظام العربي الجديد إلى أن نصل إلى أوروبا جديدة مثل أوروبا يعني نحن نصير الأوروبا الثانية وبعدين وعنا مقدرات أكتر وعنا طبيعة كمان جيدة بعدين ما دي زيد شغلي كمان نحن بنفتح على الغرب تاني خطوة هي الانفتاح على الغرب أوروبا وأميركا وكل الغرب حتى أميركا اللاتينية محل ما عنا لبنانيين مغتربين هايدي دول ما ننفتح عليها لأنه يعني مصدر سروي للبنان لأنه هو سروي للبنان وبعدين بعد ما نعمل هالخطوطين الكبار بنرجع بننتقل لاش لأ بدي أفتح على الصين أنا بتعرف ليه؟ بدي بيعهم تفاح صحيح الصين ما عندها تفاح بدي قايد ممكن أنا وياهم تفاح بدي قايد أنا وياهم بدي قايد بدي أخذ منون وأعطيهم صحيح بدي أعمل تجارة مع كل دول العالم بدي شوف شو ما بدي بيع إنجليترا أفوكادو وهذا عم بيحصل اليوم هلا عم بيحصل ورح أعطيك اسم الصحي بشكل صغيري يعني فوندسيون روني معوض بالاشتراك مع اليو اس ايد عمليه مشروع مظهور لتصدير الأفوكاد نتاج جيد جدا عم بيستضروع وأنا على مجلس إدارة هالفوندسيون هالزاكرتا فوندسيون روني معوض في عدد كتير كبير مميزة جدا مميزة جدا في عدد كتير كبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة والصناعات الصغيرة هاللي كان فيه مؤتمر مؤخرا اسمه The Convention هاللي نظموا الجنرال خليل حلو وهاللي جلسي من الجلسات حطوا فيها أربعة أو خمسة من أصحاب الشركات الصغيرة وحكيوا لنا كل واحد شو عم يعمل واحد منهم عم بيصدر أفوكادو لإنجلتيرا وحدة سيدة شركتها عم بتصدر بيوت من نايلون للزراعة لزراعة لأفريقيا لأربع دول بأفريقيا تنزانيا وغانا وسمتهم أربع دول بأفريقيا أنا حضرت أنا كنت قاعدة وعم بتسمع واسأل أسئلة وحضرت تأعرف أكتر كيف هالشركات الصغيرة عم تنهط بنفسها في عنا كتير شركات صغيرة عنا طاقات مهولة بلبنان وعنا فكر مهول إذن نفتح تأرجع للعلاقات الخارجية ابتداءا بالخليج العربي امتدادا للعالم العربي ككل دون أي استثناء امتدادا لأوروبا وأمريكا ومن ثم فتح علاقات مع دول شرقية مثل الصين ومثل اليابان إذن باختصار على اللبناني أنه يعمل مصلحة صغيرة تمام مصلحة لبنان في البداية لأنه خلصت عبنا مش مصلحة الفرد ولا مصلحة الجماعة مصلحة الشعب الجماعة يعني مصلحة الجماعة أنا بالمؤتمر الصحفي لم أعلن ترشيحي أو قبلت ترشيحي لأنه رشحت من فعاليات مختلفة لم قبلت الترشيح أنهيت المؤتمر الصحفي أنا أريد أن أغير معادلة موجودة اليوم في لبنان من الشعب في خدمة الزعيم إلى رئيسه في خدمة الشعب حلو كتير ستماي قبل ما نختم بدي أعطيك الكلام لأليك لا تتوجه بالتحديد أولاً لنواب الأمة اللبنانية ثانياً إلى الشعب بشكراك 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 تتخطوا الخليفات رح كررها تتخطوا الخليفات وتنتخبوا رئيس أو رئيسها بأسرع وقت ممكن من أجل الشعب اللبناني الشعب اللبناني يعاني الشعب اللبناني معاناته كبيرة جداً الشعب اللبناني جزء كبير منه عدده كتير كبير فقل ستين بالمية يقال قيل لي بالنسبة للدراسات الآن فيها البنك الدولي وغير دراسات اقتصاديين قاموا فيها ستين بالمية مش قادر يكفي عايشه اليومي عايشه عائلته اليومية في ولاد عندون الناس للأسف للأسف الكبير ما قلنا حق انتوا كنواب ونحنا كمسؤولين اللي بحب يكون مسؤول كل شخص مسؤول انه نتأخر بانتخابات الرئيسة وعندما ننتخب يبدأ الحل بالنسبة للشعب اللبناني كلمتي هي التالية انتوا اللبنانيات وانتوا اللبنانيين شعب أصيل شعب قادر يحمل الصعوبات شعب حمل كتير بالماضي وعم يحمل اليوم وقلكن حق تقولوا بس ما ما قفينا بس نحنا بوعدكن بوعدكن في ضو بآخر هاتينال المعتم في ضو ورح نصال على الضو وبوعدكن إذا أنا وصلت لرئيسة الجمهورية أنا صوتي صوتكن وأنا هدفي الأول والأهم والأكبر هي احتياجاتكن وهو هالهدف الأكبر هو إنه إقدر غير الوضع تأنتوا ترجعوا ترتاحوا ترجعوا كل حدا مع عائلتو تقدروا تحطوا ليدكن بالمدرسة تقدروا تتصلون للجامعة تقدروا تلقوا لقمة العيش وتقدروا اقتصاديا تقافع أجريكم بشكركم على أمل أن يكون هذا الضوء التي تحدثت عنه ست مايه الرحاني في آخر النفق قريب لأن الشعب اللبناني سائم هذه الطبقة السياسية وسائم الذل الذي يعيشه كل يوم وهو يستحق دائما الأفضل شكرا لك ميري حاني على كل ما تقومنا به ونحن علمنا أن كان لك جولة في الولايات المتحدة الأمريكية بحثا ونقاشا مع كل المعنيين يمكن في الملف اللبناني أو في الملف الشرق أوسطي شكرا لك على مجهودك داخل لبنان من أجل الحس في اتجاه انتخاب رئيس الجمهورية أين يكون رئيس جمهورية وأنت أيضا مرشحة إلى رئاسة الجمهورية كل التوفيق كل الأمنيات لك مشاهدين الكرام ومستمعين الكرام عبر صوت لبنان هذه كانت حلقة تماشاة المساء اليوم مع المرشحة إلى رئاسة الجمهورية السيدة ميري حاني نرقا قم الأسبوع ترجمة نانسي قنقر